وفي مقابلة في نشرة سابقة أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبد الحسن الديري أكد أهمية قرار سمو رئيس الوزراء بتوسيع دائرات الأفضلية التي تمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة لما لذلك القطاع من أهمية كبيرة في مملكة البحرين باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني انقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث تمثل منسبة 98% من مجموعة المؤسسات العاملة وبخاصة إذا ما نظرنا إلى فئة المتناهية الصغر أو الصغرى والتي تمثل من مجموعة 77% من مجموعة المؤسسات العاملة فبالتالي هذه القائدة العريضة من المؤسسات العاملة نجاحها هو يعني نجاح الاقتصاد الوطني ولذلك أعتقد بأن توجيهات سمو رئيس الوزراء والتي هي أعتقد ليست بغريبة العام الماضي كان هناك توجيهات لسموه بأن يكون هناك نسبته 20% من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة و10% تكون للخدمات وهذا العام حقيقة هذه المبادرة الكريمة أيضا تصب في نفس النهج فبالتالي أعتقد بأن بات الآن على المؤسسات الصغيرة الكرة الآن دائما نقول بأن الكرة الآن في مرمى أصحاب المؤسسات الصغيرة الحكومة قامت بدورها لأن هذا يعني مجموعة حوالي 200 مليون دينار بحريني سنويا توفر لهذا القطاع إذن الآن دور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور رواد الأعمال لكي يستفيدوا من مثل هذه المبادرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر